يقول ما هو رأيكم في الذي يحصل هذه الأيام في المسجد الأقصى المسجد الأقصى طبعا محتل كما يعرف الجميع وفلسطين محتلة من قبل اليهود وهذه الأيام اليهود قاموا أغلقوا المسجد لفترة لأيام أغلقوا من المصلين وطبعا داست شغل اليهود شغل بتاعزية للإسلام هم العدو الأول للمسلمين العدو لمر واحد ربنا سبحانه وتعالى يقول والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هاد أول عدو ربنا قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا ليهودا والذين أشركوا دي الأول الأعداء وبالتالي ما يستغرب من اليهود أبدا كونه يغلق المسجد الأقصى أو غيره من دور العبادة أو حتى دور العبادة في يد المسلمين بيغلبوك فيها ذاته أستطيع شغل اليهود ولكن القضية كيف يكون العلاج المسألة دي ساهمت فيها جهاد لكن الآن الإعلام ما بيذكر لك إطلاقا الآن المسجد الأقصى فتحه والمشكلة تحلت ما في حاجة لكن خد بالك الذي ساهم في هذا ما بيذكر في الإعلام الآن تمشي في الإعلام بتلقى نساء متبرجات طلعات مظاهرة أخوان مسلمين بتاجروا بهذه القضية تاجروا بقضية الأقصى لأنه فينا أدارين أموال ديال ما حارصين على أقصى ولا حارصين على مكة ذاتها التي هي أعظم من الأقصى مكة ذاتها شفت ديال ما حارصين عليها وممكن يعملوا تفجيرات داخل مكة ألبي أعمل التفجيرات في دمونه انت قايلوا ما هذا جمعة الأخوان المسلمين البدباكو على الأقصى يبكي على الأقصى لأنه البكة ده بجيب قروش خلیت بالك البكة على الأقصى بجيب قروش ويعمل عملية تفجيرية في الحرب في فرقة يسمى الجهيمان قبل فترة الناس التاريخ ده بتنساوه فرقة في النهاية تابعة لجماعة الأخوار المسلمين ده عمل التفجير وقتل للناس داخل الحرم الحكومة السعودية طوالب تجبط محاولات بتاع التفجير داخل الحرم من هو اللي يعمل الكلام ده كله ده الأخوار المسلمين خد بالك ويجي الآن للأخو المسلم يتباكى على الأقصى عبدالح يوسف نموزج شوف الآن في وسائل الإعلام بتلقى واقف في مظاهرة طالع معه مجموعة من الأخوان المسلمين فوق لهم الشعار بتاع الإخوان المسلمون الإخوان المسلمين شعار فوق لهم وبنادي وغضبان عامل فيها غضبان على المسجد الأقصى وهو بالله الداري حرر الأقصى هو كالطالع برة الشمس ما قادر يجي فيها إلا بين الظاهرة شمسية ده بحرر الأقصى إنت الشمسي ما قادر تقيد في أسائل وقفة إلا بين الظاهرة شمسية وماسك الله والمائك بيجاي وعمل فيها مسيرة غضب أنت بتغضب علي أساس تغضب علي أساس لكن شوف الإعلام في العالم كله إعلام يخدم مصالح اليهود ومن بعدهم يخدم مصالح لقوان المسلمين والشيعة كل الإعلام إلا من رحم الله لكن الأشياء الحقيقية المعالجة بعد فضل الله سبحانه وتعالى تمت من المرك سلمان اتصل بجهاد وزعماء في العالم بالتلفون بس المشكلة كلها تحلت ديلتا العم مزارة وبكوركو وستة نسوان بعيطا في إمتى ديل ما بعالجه ولا بحلو مشكلة لكن يبقى السؤال من أو ما هي القناة في الإعلام التي تكلمت عن جهود المرك سلمان أو جهود السعودية في فتح الأقصى مين اللي تكلم ما في حد يتكلم ولذلك أعرف تماما لما تجد الأعداء كلهم يبغضوا مكانا معينا أو شخصا معينا فأعلم أنه على الصواب ما معنى السعودية صواب في كل شيء لكن اعرف إن هذه الجهة تمثل في النهاية عموم المنهج السلف والحق الآن السعودية أعداء منهم الإخوان المسلمين أعداء للسعودية عداوة تجيلة في البلد دير الصوفية جد من أولهم لآخرهم بس كده تتكلم قلهم السعودية قل لك الوهابية المساخيت ملعونين الله يلعنكم يا زول ما لك الصوفية أعداء لها الأخوان المسلمين أعداء اليهود أعداء الرافض بكافة صنوف أعداء للمملكة العربية السعودية وربنا سبحانه وتعالى في هذه الأيام حمل إسلام بهذه المملكة لأننا الآن بطرع التوحيد أي دولة من الدول تتبنى التوحيد الآن يعني دولة تتبنى التوحيد بأقسام الثلاثة وتدافع عن التوحيد وتحارب كل مظاهر الشركة الموجودة أم نشوفها سيتاب تلقلك قبة ولا شخص بيعبة هناك وتدافع عن المنهج السلفي وتصنف جماعة الأخوان المسلمين جماعة إرهابية في إمته عشان كده الأخوان المسلمين الآن أعداليا ويتباكوا على الأقصى والأقصى ما بيرجع أخو مسلم أعرف المعلومة دي أكان الليلة ولا بكرة ما في أخو مسلم حريص على الأقصى ولا برجعه عشان كده الشغل الإعلامي ده كل دارين من خلفهما من وراء مكاسب